اشتركوا في القناة ما هي حدود خروج هذا الفيروس عن السيطرة وخروجه إلى دول أخرى إذن الإجراءات تتخذت على مستوى الموانئ على مستوى المطارات لما يسمى بالفحص المباشر لبعض الأعراض للفيروس التي تأتي في الإنسان بشكل عادي ولكن المشكلة في هذا الفيروس أنه قد يكون في الإنسان دون أن يقدم أي أعراض في هذه اللحظة قد يدخل أي أجنبي وهذا الذي حدث في الجزائر واحدة من الأشياء التي يجب أننا نذكرها وهو أن مسألة اتخاذ قرار بغلق كل دور الحضانة وكذلك الجامعات والمدارس هذا كان خطوة إيجابية واستباقية جنبت البلد الكثير من العكزات السلبية خاصة على هذه الفئة الهشة والفئة الضعيفة لأنه فئة الشباب وفئة الأطفال فعندما تم اتخاذ القرار أنا أقول لك بأنه 50% استطعنا أننا لا أقول القضاء على هذا الفيروس ولكن تم تدييق أو محاصلة هذا الفيروس في الأماكن العمومية نظرا لتعرض الأمن القومي الجزائري في الجانب الصحي لهذا الهجوم الخطر والبشع من هذا الفيروس لجأنا إلى قرارات مؤلمة للأسف الشديد ولكن هي من الجانب الروحي من الجانب العاطفي تأثرنا وتأثر كل الشعب الجزائري وليس فقط الشعب الجزائري بل كل البردان الإسلامية قد حدث هذا الحدو وهو غلق دور العبادة وهي المساجد ولكن عندما نعرف أن الإسلام يوجد فيه من التعاليم ويوجد فيه من القواعد التي يمكن أن تحفظ بها النفس البشرية نرجى إلى غلق هذه الدور إلى أن تفتح في القريب الأجل إن شاء الله يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد أعتقد أننا اليوم نمر باقتصاد الحرب تعريفنا لاقتصاد الحرب هو أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة في هذه المسألة وكذلك يوجد في مستوى القوانين الجزائرية ما يسمى بقانون المنافسة أين يسمح للدولة بأنها تدخل وتحدد هامش الربح وتسقف الأسعار لكي تحارب مسألة المضاربة ومسألة الاحتكار أولاً مسألة إجلاء الرعاية الجزائرين بعد تعليق الرحلة لأنه فيه جزائرين كانوا موجودين في الموانئ ومواطن مطارات العالم فمطلوب من الدولة الجزائرية أنها ترجح أولاً لأنهم يفتقدون إلى صفة الشرعية والقياء والإقامة لما تخرج فترة التأشيرة مطلوب من الدولة الجزائرية أنها تسترجع رعايةها عن طريق تنظيم رحلات بين هذه المطارات وفي المقابل أعتقد أن مسألة الحجر هذا شيء ضروري لأن هذا يتماشى مع تعليمات المنظمة العالمية للصحة التي يجب أن يكون هناك تطبيقها بشكل صارم ولكن ربما نحن الآن لم تلك الإمكانيات قد تم تحويلهم على فناتق ومراكز وأشياء وإقامات أنا شخصينا طلعت إلى أكثر من إقامة هي قابلة أن الإنسان يعيش فيها مدة 14 يوم في ضوء وعلى قراءة ماذا لو لم يكن عندنا انتقاب رئيس للجمهورية ماذا لو ظلينا في المرحلة الانتقالية ماذا لو كنا في مرحلة المجلس التأسيسي هل المجلس التأسيسي في مثل هكذا أوقات حرجة وأزمات يستطيع أن يتخذ قرارات هل يمكن أن نتوافق في المجلس التأسيسي على غلق المساجد من دونها إذن مسألة المؤسسات الدولة في الأزمات هي مسألة ضرورية اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي اتخذ قرارات جريئة فيما يتعلق بالحجر على ولاية البليدة حضر التجوال ليلا بالعاصمة وقد تمضي إلى مدن أخرى مثل هكذا قرارات يجب أن تتخذ داخل وفي بيئة وفي موناء مستقر ومؤسسات الدولات كلها على الأقل مزداقية من ناحية القانونية ومن ناحية الدستورية لأنها في الأخير قرارات خطيرة وحاسمة تعمل على إدارة هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر